البنات جابوا واحد رضا كده فضل اتنين والتاني هنجيبه هنا ان شاء الله بس اهم حاجة زي ما حفظتك انا خايف بس هباسوني من موضوع الاكسنت ده اللهجة خايف تهرب مني هنتكشف لا ما تقولش خايف دي خالص اوه عتقول خايف وبعدين انت كنت زي الفل في البروفر اهم حاجة انك ما تخافش وما تقلقش بسم الله الرحمن الرحيم سمك سمك حلوة ايه حلوة ايه انت بتبيع سمك في نادي الجزيرة اقول حاجات اليها معنى جلاجولي السمك التازى ماشي الشمار التازى السمك التازى جلاجولي ايوا يا جدعان ايوه ايوه большبي همиюد اسكندراني جدو ؟ ايوه بش فار الضابر الجلاجولي جلاجولي ايه ايو التازى السمك التازى dissa بيلعب صباح الحالي فل ياابا بقوللك ياابا المعل касيم الشرباجى الريس terrdى تبشيه في العركة اللي هناك دي؟ ها؟ تخصوا يلا بينا يا كمالة الحون يا إخواتنا يا ظالم يا مفترق وحياة أمي ما هتباغل لما تدفع إلي عليك كده إشانا لما يشن لك 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 كفاية أنا عايز ذكر يتصدر له أيوه ما تصلوا عميه يا جبعان أيوه يا بس إنت بشيس إقلي أيوه إسكندراني يلعبت لأنت بتقوله ده عليش صلي عنا بقى يا ريس ما حصلش حاجة ما تزويتش عليك فيه يا فترة وإنت مين بقى اتذكر اللي هتصدر له لا اتذكر يا ريس أنا مجرد فلاح مزارع عادي يعني أخوك ابن حميدو وانا احمد رمزي مدرب زل الله حافظ يا مانت أخوك الرئيس رمزي تعال معنا يا رئيس عايزينك في مصلحة مش فاضي دلوقتي أم مدربه مدربه يا عمي انت اللي بتتضرب مش من رجولة وجدعانا انك تتلمو يعني على واحد وتضربوه اتلمى علي يا جدع انا الوحدي وبعدين انت بتتشدد له كده كنت من بقيت عيلتا انا اخوك واني عمو اخوك عمو قد انا اخوك واني عمو احنا عيلا كبيرة يا جدع من الاخر الجدع ده عليها فلوس ومش هيمشي غلما يدفع طب قولك يا ريس تبديهولنا النهاردة بس سلف نعمل بيه مصلحة وانرجعهولك انشاء الله هتعلق له الرمانة وترميه في البحث ادو لي ومحد راحة مفيش راحة غلما تدفع اخوه وعمه حيضمنوه لحد بكرة ده غلبنا معاه كل يوم واحد يضمنوه مفيش فايدة ده صنف كلبة ما يضمنش ده انتو علا واطية ما تتعشرش بقولك يا ريس نمديلك وصلات امانة وناخدو وصلات امانة من كترهم بلف بيهم سجاية عملك يا ريدا انت مش مديني اي مهرب خامس كده قفلت ايوة كده عفلت يلا بينا يلا بينا ايه بس سولي استنى بس سواني يا ريس سواني همعلم بتقعودوا قعدة عرب ونحل الموضوع ده قعدناها كتير وما فيش فايدة قعدة العرب منافعتش بتقعودوا قعدة سمك ونبقى غير ده هلوى سمك ده عن العقل انتو علا واطية الله 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 بقولك يا حليوة والنبي طبق جلاجولة تاني بقولك يا ريس من بيعو البلانس بتاعه وتاخد فلوسك بلانس اقول معف اندي عنده بالانس ده مشغال مكداف عندي طب من بيعو المكداف وتاخد فلوسك ولا هو المكداف بتاعك ولا ايه صح عندك حق طب ايه رأيك ناخد كرد من البنك باسمه وننلب سهوله وتاخد فلوسك راحنا البنك وسألنا لقنا الايس كور بتاعه مخربة ايس كور؟ طب ما تاخد عيل من عياله لغاية منجبولك تاني هو نفسه عيال انت قفلة معاك قفلة مش طبيعية طب اقولك يا ريس رضا اكيد عنده بيت ملك من بيعه البيت وتاخد فلوسك روحنا البيت وسألنا طلع مش باسمه انت قلت اللي ما خطرش على باله الله يخرب باتك اضرب نرحم يا عم ما خطرت على بالي بدليل انه روحت وسأل صح عنده الوجيك طبعا ما تقول حاجة يا ريس رمزي فوق معنا كده اقول اي حاجة اقول ايه واني فاضي ايه دي زفرة من الجلجلة مصر ببيتك وبيتك جلجلة يا عم رمزي طب اقولك ايه تاخد الراجل الكبارة الهنك دراهن لغاية ما اجيبهوه لعك الراجل الهنك ده عامل بقية ده شكله مل مقسم بالله بتفرد والله يا جميلة عبيب قلبي اوه كشفك لوحده اوه يا ريس مل تتفضل الشكلها قفلت ولا ايه الله بينا يا ريس رمزي محدش هيتحرك من هنا غير لما اخد الربعمائة جنيه بتوعي ربعمائة جنيه واتا الفيلم اللي انت عامله ده كله على ربعمائة جنيه ده الرئيس رمزي واكل بتامنمائة جنيه جلجلة الهنك دلوقتي امسك يا عم امسك ته دي ربعمائة جنيه بتوعك وتفضل غور ما تاكلش معانا الله يكرمك يا أصير الله يعزك لانت تفع ومالط انت كمان حقيقة جميلك ده فوق رأسي حبيب قلبي وهتيجي معاك القهرة عشان تردوا لأخوك الجميل يا الله يا ريس رمزي بقول لك يا زوء والنبي اللي بفلنا طبق الجلجولة ديه وكتر التحينة للأسف يا أستاذ مفيش حد مسمي ريدا قريب خالص حضرتك ما عندكش فكرة الناس بايت بتسمي ايه دلوقتي اخر واحد تسمى ريدا يكي من 40 سنة تشكرين يا أستاذ ريدا واضح يا ما ظنها منحاسها معانا ما عرفش ليه مش عارفة ليه انا عارف ليه عشان فيه بومة قاعدة فوق دماغي صباح الخير صباح النور ممكن اسجل مولود من فضلك طبعا ألف ألف مليون مبروك الله يبارك فيه ولد ولا بنت؟ لا ولد حالن يا فندي هجبلك الاستمارة ورجع على طب سلام عليكم سلام كلمة بعد إذنك تعال يا تعال يا إذنك مبروك الله يبارك فيه يتربف عزك يا رب انا أماظه أب جديد وليت بقى المدام المدام اه المدام عباين عليها انها لسه وللوقتي ومحترين والله انت سمي ايه انت ناوي تسمي ايه سمي مروان ان شاء الله مياح مش حلو بص بتكلمك يا أخ بقى انت عارف انا بحبك أديه مروان مش حلو يعد علينا أول اسم ورفضناه اسم بلدي قول انا فعلا محتور ومش لاقي اسم يعجب كل الناس انا عندي بقى اسم يعجب كل الناس ايه رأي أكفي رضا اه 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 حلو قول رضا ده دم مروان اه اه صح حضرتك عندك حق هو محتاج نكسر سم وشواء اه نكسره بحاجة اه اه رضا ايه رأي أكفي رضا قاسم اه حلو جدا اه لا بس متى اللي لسه محتاج حاجة مقصره ايه اه خلي ايه نخل ايه رأيك في رضا قاسم الشرباجي اسم سلاسي مركب الله خطى في قلبي اسمي جميل قوي تخيل ده ممكن يكون اسمي وزير اسمي سفير احنا لما كناش مخلفين بنت كنا سميناها رضا ما رضا ينفع ولد وبنت نص بقى ما تبقاش غطل اه انت عارف ان انت لو سميت رضا قاسم الشرباجي هتاخد رحلات مجانية مدى الحياة من شركة الشرباجي للطيران لو النم اه ده غير بقى انه حياخد تخفيض تسعين في المية هو واخوته في مدارس الشرباجي لللغات هو في مدارس الشرباجي لللغات؟ هو في شرباجي للطيران توقل على الله رضا قاسم الشرباجي اسم هايل ده هايل بس انا في حاجة كده قلقاني انا خاف الاسم ما يعجبش هو المصراحة يا سيدي سميه وعندك 14 يوم ترجعه رجع ميه اه قصد عندك 14 يوم يعني تغير الاسم فيه وبعدين احنا مش هنسيبك احنا هنيجي معاك لمامته نقنعها بالاسم هو انت اسمك ايه؟ اسمي وليد رضا قاسم الشرباجي وليد اه خطف قلبي تاني قطر خيرك يا جميل انك قطرتينك انا قلت اسأل عليك واشقر وعمل الواجب تعيش يا جميل محدش غيرك افتكرني انا ما افتكرتكش اساسا بس كنت عايز منك مصلحة كده يا قبطي بقولك ايه؟ في واحد محجوز عندك اسمه رضا قاسم الشرباجي اه في ايه؟ الزابط رضا قاسم الشرباجي الزابط رضا قاسم الشرباجي ده انا كيف الاسم؟ يا نهار اسود انت متأكد يا اب بالكلام ده متأكد ايه؟ هو طول عمره زابط انا ما بتقبتش عليها غير في الدائرة بتاعته شش سكت الله يخرب بيتك يا باسيوني دا يلوقع على السودة دي يا رب حاصبي الله وادعب الوكيل الرضا جي يا مو رضا رضا جي يا مرو رضا انا ما ليوملك يا رضا يا بجلابي يا مهر بيتا اولي اولف مبروك يا مرو رضا الله يبارك فيك مين دول يا وليد؟ ورضا مين؟ ناس بهمم مين قوي حمد الله على سلامتك يا بطبا الدولة بتكرامك لأنك أنجبتي المولود رقم 33 ألف السنة دي الرقم ده ونظراً لشجاعتك المتناهية في الولادة الدولة عملتلي الجايزة 30 ألف جنيه والسبوع مجاناً على حساب مصر مبروك لا ما انت مش هتقدر يتاخدي 30 ألف جنيه غير لما نعمل السبوع الأول ماشي نعمل السبوع يلا بايا حبيبتي جهازي قومي بايا عشان نعمل السبوع ده أنا لسه والدة السبوع إيه اللي هيتعمل النهاردة بالسبوع بيتعمل بعد سبعة أيام أما لو أسموه السبوع ليه حضرتك أول مرة تقولي دي آه آه عشان كده دي بقى بدعة يا حبيبتي وانتشرت والناس تدقيتها السبوع المفروض يتعمل بعد سبعة ساعات أما لو أسموه السبوع ليه شوفي الزد يلا بايا حبيبتي يلا عشان نعمله طب هنعمله فين زي ما كل الناس بتعمله تحت برجة كهر هيا يا إيسو بقول لي كيف هتكو حتة أكلت سمك عارف البوري الصوار أول أنت بتحبيه ده بوري مشوي إيه تفاهد دي لو سمحتي أنا بحب السمك البوري المشوي ردة ماشي وواسين بيحبه سنجاري فبعد قصك ما تغلطيش في حبيبي لأن جوزي مش تافع أنا بقى جوزي تافع سمع يا واسين بتغلط فيك يا سيدي هوا جوزها برضو هي حرة فيه معلش هنلغط على نفسنا هروح يلغط ما انطلقها وانت عارف شطور هتلحق تقابلنا في معادك؟ لو علي أنا ألحق مفيش مشكلة المشكلة في جميل أنا خايف يكوني اتماسك أنا غلطة من الأول ما أنا خليته يروح اسمه بوليس طب بقولك إيه يا ويس ولو جميل مش يلحق يروح ياخد الرجل اللي هو رايح له ده أنا بقولنا أخدها من قصرها ونرجع الرجل اللي معاينه عشان بشكله عيان قوي وانا خايف يموت في أي لحظة في عربيتي إيه يا بنتي وانت شايله فوق دماغك ما تزبور يا غاية تما نشوفها هنعمل إيه أيوة صح يا بنتي وزبوري معناش بقولك إيه استني استني جميل على الويتك استني استني إيه يا جميل بقولك إيه فتك حتة أكلت سمك وجلجلة بقى وحاجات خطيرة انت فين عملت إيه؟ حش انت في السمك وسايبنا أنا في الشكل واحدك اللي عليه العين والطلع طلع زابط يعني باختصار شوف لك حد غيره مش شوف حد غيره إيه يا جميل ما تتصرف يا جميل إيه انت اللي اخترته ده؟ يا واسين بيه أنا كنت فكر واحد في الحاجزة هربه واحد عليه كفالة تفعاله لكن ده ظابط وأنا حرامي حمشي جنبه ازاي؟ لا يوجد حد يفضل في الاسم هنا اخوات كلها تنتشر الوقت إبراهيم صارت ده لازم يتجاب النهار ده مفهوم؟ بقولك إيه أنا جات لي فكرة صغيرة كده بس أمان عليك استرجل لو حصل لي حاجة ودخلت السجن استرجل ما تخافش أبوك و أمك في عناية يا جميل أبو يا أم إيه؟ أبو يا أم في السجن أن راح لهم حتوانس بيهم أنا أصدي على نبيلة ما تطلعش ويس ويس ماشي نبيلة في عناية اتصرف بقى ادخل يا فندم في حد عايزك بقى أمير انحاولها يا حكومة الحانة ساعت البقشة انحاولها ديال خشي في الموضوع لطول أنا جايد لي معلومات مهمة وخطيرة عن النجرم الهارب إبراهيم صابر آه حيكون موجود الساعة عشرة بالدقيقة تحت برد القاهرة إبراهيم إيه؟ إبراهيم صابر ساعتك من انت جبت المعلومات دي من ايه؟ ايه السؤال المفاجئ ده؟ انت فاجئتني بالسؤال ده ساعت البشة بس انا حجوبك عليه من قيمة ومن كنت في حلقة السمك رايح أشتري لما أقف سمك خشي في الموضوع كمي برافو عليك ساعتك دي فراسة أهلنيك عليها مسافة منقيت السمكة وقلت للراجل يوزنهادي يوزلك السمك من فضلك خش في الموضوع بلاش التفصيل لما لقاش لازمة دي خليها نخلص دي فراسة أهن حضرتك عليها فجأة لقيت ثلاث أشخاص كده لمؤاخذة عملين يتغمزوا ويتلامزوا واحد ماسك طبانجة والتاني بجنبه ما اتفع رشاش والتالي ماسك كيس جنباري وقف بعيد كده وخشني في النوضوع حاضر ساعتك لقيتهم بيتغمزوا ويتلامزوا وبيقولوا احنا لازم نوصل الساعة عشرة بالليل عند برد القاهرة عشان تتمي العملية وقال له يا ابراهيم صابر صالح يوامي صابر مش عشرة وربع عشرة وخامسة يكون مظلو معرفة عمل اللي عملية وفاك مين؟ هاهاهاهاهاهاهاها دي فراسة أهن حضرتك عليها هلا يا شوشو يا من راح على العيل لحد ما نكسب ها يا عصفور جبت أي رضا اسم الشرباجي؟ من بدري قعد معي هو اتأكدت إنه رضا اسم الشرباجي شفت بتاقته شفت بتاقته ورخصه وكرنياته كله ده ريش جذبة ده حلنا برايستريم هات الرجل دي لشوشو ها تتأكد امسك امسك بسم الله ها 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 انت رضا اسم الشرباجي؟ أحلف والعشرة دولت أنا رضا اسم الشرباجي وحيات ماما؟ أنا أنسى نفسي أنا عارف نفسي اوه رضا اسم الشرباجي أنا تأكد كده تأكدتي؟ ها ها بلديني عصفور؟ ها عصفورة اسبقنا على البرج بالراجل واحنا هنجيلك علي هناك يلا سلام يلا 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 يا جماعة يلا نسعى ببعض يلا بقول لك يا ابو عمه قديني جيت معاك هوا وبقول لك تروقفين على مكفيش هالحال بجودة أنا بقى ولا إيه؟ ما تهدى بقى يا ابن عمه أمون هعمل عملية هنا ولا إيه؟ حالا يا حاج بس ثانية واحدة الأول أديك البنج انت إيه يا شيخة ما عنديكيش قلب؟ عايزة إيه تتكومي جنبه؟ ها تتكوم انت كمان جنبه؟ معاك بكتفة يا خويا ايه جميل رد ايه جميل يعني ايه خايف تيجى يا جميل؟ انت عيل يا حبيبي رضا فلع من اسم؟ من ساعة؟ ماشي حلو قوي يلا ماشي ماشي رب نلحب قوي ايه يا رب ازايقوا يا لوزرز؟ ايه ده؟ كل دول اسمهم رضا الشرباجي؟ جابهم منين دول؟ يا دي التحريات اللي عملتها يا مالت؟ يا فخد العرب اما الفين بقيت رضا اللي معاك مش كنت تقول يا راجل انك مزنوق في رضا؟ كنا سلفناك رضا من عندنا ده احنا عندنا كتير عندكو كتير ربنا يا بارك مبروكة مازو تستحقها اما انا فكده رضا قوي يلا بينا يا بنات ايه ده؟ بعد كل ده؟ هي كده اللعبة يا مادام علش؟ غالب ومغلوب مغلوب؟ لا معاك ربنا انت بقى شفت يا حب مني اللي هيفضل معاك لحد مش وقت تلزيق بقى اسفلت كمان انتو على طول مغلوب مغلوب او فيه؟ واسيم انت اللعبة مرنيتش عندك؟ لا مرنيتش يمكن الشبكة فيها حاجة متطلع كده وتتحرك طب بقولك ايها رضا خد اخوك رضا وتعلق في جنب رضا يمكن الشبكة تلقط على فكرة انا اسمي سامة بسامة ازاي؟ اما الفي الرضا يا سعدون رض عليها يا سعدون في الرضا مفيش رضا يا ماظو مفيش عشان الظلم وظلمات بتخني يا سعدون؟ بتضربني في ظهري؟ لا لا دي مش دماغك انت أخبى من كده قول لي مين اللي زقك علي ده كمان مش رضا ولا وسامة ده صنصن جريم الهورة انتو الاتنين؟ بتعرف تعد الحد كام يا ماظو اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الثاني ده. ظهر. ايه? وده عمر ما هيحصل لاني مفيش ابراهيم صابر اصلا. لا فيه ابراهيم صابر. سامحني يا بسبوسة. فيه يا عوشين بايه? سامحني يا ابراهيم يا صابر. فيه ايه يا ابراهيم يا صابر يا لص يا حرام يا هارب. هجوم! ايه ده? ايه ده في ايه? مبروك يا راسيم. حلال عليك 800 ألف جديد يا عمر. كسبنا. حس اني بحلم. ده كبوس. ابل عريقك يا كرة عيني. بالهنى والشفى عليك المقلب يا حبيبي. من حبيبتك شيمو. ده اول درس يا ماظه. عشان تتعلم بعد كده لو قلبت علينا ايه اللي هيحصل. شيموني بقى. بتقولهم حاجة واشين بيه. حضرت الزابط قادر عرف توقديينه اللي. الراجل ده اسمه بسيوني سمير. بس احنا متعودين من وحنا اطفال كده بدلعه بقوله يا ابراهيم يا صبر. لو انتو اطفال بسم الله وان شاء الله مع اني ما يبانش عليكو سن خالص. دس انا عندي حل احلى. انا كنت ناويه يا عبد عليل واحد. سنتا لو متأكد قوي من موضوع صغارين ده تعلم عنا اقوله في الاسن. لا. ولا حاجة مع حضرتك معاولة. خدوه. ايهم يا ابراه. ايهم يا ابراه. ايهم يا ابراه. ايهم قول بس كده انا عارفها كويس. متشكرة قوي يا واشين بيه. ليه كده بس يا ربي. يعني نتغلم وبسبوسة جوزي يتقبض عليه في ذات نفس الليلة. تستعلي عشان تبقى تنزل تلعبي مع العيال. وتسيب بنتك الكديره احدى الواحدة قفل بيت من غير لعب. مبادش مجنون.